و يدخل فيها النبل و أنا أقول لكم أي موقف من مواقف كرام النفوس و مواقف الجميلة إلا يدخل فيها النبل الأصمعي يقول قدمت من بلدي و أنا في الطريق قدمت فقابلني عرابي فقال من أي البلاد أنت؟ قلت من أصمع بلاد يتلى فيها القرآن قال اتلوا علي من القرآن فتلوت عليه فلما وصلت و في السماء رزقكم و ما توعدون كان معه قعود و جاك القعود و نحر القعود و أخذ السيف الرمح و أكسره و فرق القعود و مشى راح آمن أن الله عز وجل عندما قال هذا الأمر فهو أمر مصدق و في السماء رزقكم و ما توعدون يقول الأصمعي يقول بعد فترة حججت مع الرشيد فقابلت هذا الرجل و قد نحل عظمه و اصفر جسمه و أصبح هزيلا فيقول استنطقني قال زدني من السورة يقول فقرأت له حتى وصلت و في السماء رزقكم و ما توعدون فو رب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ما سوى العرابي غضب العرابي قال من الذي أغضب الله حتى حلف من الذي أغضب الله عز وجل حتى خله يعني خله خله يحلف كررها ثلاثا ثم يقول قضى قضى نحبه شوف العرابي كيف لما استشعر أن الرزق من فوق حن الله المستعان رزق الله عز وجل علينا نازل و معاصينا إلى الله صاعدة نساء الله عز وجل أن يتوب لكن شوف العرابي لم يتعلم و لم يدرس في مدرسة النبوة لكنها قابل أحد فأعطاه بعض الآيات و صدق بمثل هذه الآيات و هذه هي مدرسة اليقين و ترى مسألة عظيمة فعلا لله يكرمك على هذا الكلام الجميل لأنه ترى حتى الرزق لو كان في الأرض ربما عدله بعض الناس أنقصوا فيه و زه في السماء لا يمكن أن يمس و أكثر ما يخافه الناس أمرا قاعدة لو تسأل البشرية بمسلمها و كافرها الرزق و الأجل و هما أكبر أمرين ضامنهما رب العالمين و في السماء رزقكم لتطمئن لن يمس و كذلك إن روح القدس يقول سيد رسول الله صلى الله و سلم روح القدس جبريل نفث في روعي في نفسي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها و تستوفي أجلها يعني تخافوا من المستقبل تخافوا من الرزق هذاني أمراني محسوماني لا يمسان ثم قال الله بعدها فعربي السماء و الأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون كما أنكم لا تشكون في نطقكم لا تشكوا في أرزاقكم أنه هذه مسلمة و كذلك كما أنه لا يمكن أن أتكلم بلسانك و لا يمكن أن تتكلم بلساني لا يمكن أن تأخذها رزقك و لا يمكن أن أخذها رزقك فكله هامور يقول له واحد مرة كان يمشي فسقط في حفرة يعني كانت مستوية بالأرض فاستغرب الناس لما أنقذوه منها يقول له هذه حفرة يعني زي ما نقول بالعامية هذه الأعمى يشوفها صح أنه كيف سقط فيها ثم سقوه لبنا يعني لما طلع كذا أنقذوه لبنا نزيد و صبها فلما سقوه لبنا قالهم حين أقول لكم أنا كيف طعد بعد ما شرب جاء الآن يمثل كيف أني كيف ما انتبهت فسقط فلما جاء يمثل سقط حقيقة ثمات قال العلماء فخرج من الحفرة في المرة الأولى لأنه بقيت مضغة اللبن ليشربها نعم هذا رزقك ستخرج و ستشرب و كذلك جاء في الإسرائيليات عن سليمان عليه السلام الله عز وجل علمه منطقة طير و هذا مما يعني فضل به كذلك سليمان يقول كلمته نملة قال كم يكفيك يعني القوت قالت حبة قمح فأعطاها سليمان عليه السلام حبة قمح يعني علامات تكمليها رح أرجع لها مرت الفترة اللي كلمت فيها نبي الله سليمان فلما جاء وجدها أكلت نصف حبة قمح لم تأكل حبة كاملة قال ألم تقولي أنك تأكلين حبة كاملة قالت يا نبي الله لما كان التكالي في رزقي على الله علمت أنه لن يضيعني فآكلوا الحبة و أنتظروا الحبة لكن الآن أخذتها من سليمان خشيت أن ينساني سليمان أكل نص إن غاب عني سليمان أكلت النصف الثاني شوف لما يتعلق قلب بالله تأكل اليوم و تأكل غدا تعلق بالبشر ستجوع اليوم و تجوع غدا و حتى لا تجوع تصدق حاضر يا أبو هايثم أجل عندك شيء أو أن أخذ قال لك هنا ثم نروح البيت الوداد خرق في الوداد عائلة واحدة رايحة زواج من رياضة تقول صايمة أنا سيدكم من دعواتي الله يرضى عننا فعلا و أسأل الله أن يتقبل فضل أبو علي لا لا خلنا مستمتعين معنا فقط تقول تغريدة واحدة و ماذا يستمتعين أجل لا أبو علي ولا ثلاثة يقول عشر بعد عنده مداخل أبو علي أو ترى سعد من الناس الذين قالوا فعلا عشر تغريدات ألا أقاطعك والله الله يدعك خيري نحنا